اعلنت وكالة الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن رفع حظر صيد الربيان اعتبارا من الأول من أغسطس وذلك اتساقا مع القرار رقم 18 لسنة 2020 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الربيان خلال الفترة من الأول من فبراير ولغاية الحادي والثلاثين من يوليو وأشرت إلى أن رفع الحظر لا يعني السماح بصيد الربيان بالطريقة المخالفة للقرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعية الكراف في المياه الإقليمية لمملكة البحرين وتهيب إدارة الرقاب البحرية بجميع الصيادين بضرورة الالتزام بالقرار الوزري المعني بمنع الصيد بطريقة الكراف والذي جاء في الأساس بغرض حماية الثروة البحرية في مملكة البحرين وضمان استدامة هذا المورد المهم على صعيد تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين